الجزء الثالث بريطانيا تجر إلى مستنقع الشرق الأوسط الفصل الأول القادة العسكريون الأتراك كادوا أن يخسروا الحرب لم يكن في نية كيتشنر عند تعينه وزيرا للحربية أن تجر بريطانيا للتورط في الشرق الأوسط خلال الحرب وعندما بدأ الطريق التي قادت إلى هذا التورط لم يكن مدركا أن هذا ما كان يفعله ثم أنه عندما وجد بلاده فيما بعد أي في عامي 1915 و 1916 متورطا كاملا في الشرق الأوسط فلابد أنه تساءل كيف سمح بنشوء مثل هذا الوضع فقد كانت عقيدته الثابتة منذ بداية الحرب أن يهمل الشرق وأن يركز أنظاره على الجبهة الغربية وكان رأي كيتشنر القائل أن إهمال الشرق الأوسط وتركيا خلال مدة الصراع الأوروبي هو أمر سليم ناجم عن افتراضه أن الإمبراطورية العثمانية لا تشكل تهديدا عسكريا هاما وكان كثيرون يشاطرونه هذا الافتراض لقد كان المسؤولون البريطانيون ينظرون إلى قدرة العثمانيين العسكرية نظرة ازدراء وقد رسخت هذه النظرة معارك الأشهر الستة الأولى في الشرق فمنذ تشرين الأول أكتوبر 1914 عندما فتحت البارجتان غويبين وبريسلاو النار على الساحل الروسي وحتى شباط فبراير 1915 عندما بدأ الأسطول البريطاني يثأر بقصفه مضائق الدردنيل ثم اتجه إلى القسطنطينية كانت الجيوش العثمانية تتعثر وتنتقل من هزيمة إلى أخرى كان أنور باشا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التركية وقبل بدء الحرب بأسبوع واحد كان قد أعلن نفسه اقتباس نائب القائد الأعلى نهاية الاقتباس هذا المنصب وضعه نظريا في مكان الشخص الثاني بعد السلطان ذي المنصب الرمزي أما عمليا فلم يكن ثانيا لأحد كان أنور يتمتع بصفات المغامر ولم يكن يتمتع بصفات الجنرال ومع أنه كان فطنا وماكرا إلا أنه لم يكن قائدا عسكريا كفوءا إن ليمن فون ساندرس الضابط البروسي الذي كان مستشارا للجيوش العثمانية والذي كان يجد نفسه دوما على خلاف مع أنور باشا كان يعتبر أنور مغفلا في الشؤون العسكرية بيد أن أنور صور نفسه زعيما من طبيعة مختلفة كليا لقد صور نفسه وريث مؤسسي الإمبراطورية العثمانية أولئك الغزاة الذين انطلقوا في القرن الرابع عشر من الغموض عبر حدود الإمبراطورية البزنطية إلى مركز الصدارة في التاريخ عند بداية الحرب سارع أنور باشا إلى مهاجمة الإمبراطورية الروسية فوجد أمامه عقبة كأداء هي سلسلة جبال القوقاز التي تشكل الحدود البرية بين الإمبراطوريتين ولم يلق بالا إلى نصح ليمن فون سوندرز فصمم على شن هجوم على طول الجبهة عبر تلك الحدود الطبيعية المخيفة التي حصنها الروس تحصينا قويا لا سيما أنهم متمكنون بالأرض المرتفعة وقد صمم أنور باشا أن يفعل ذلك في قلب فصل الشتاء كان رأيه في البداية أن يجمع قواته على امتداد مساحة هائلة من الأرض داخل تركيا ستمائة ميل طولا وثلاثمائة ميل عرضا وهي مساحة لا توجد فيها أي سكك حديدية لنقل الجنود والمؤن أما الطرق القليلة في تلك المساحة فقد كانت شديدة الانحدار ضيقة وعبور الأنهر لم يكن ممكنا إلا بخوضها بعد أن انهارت الجسور ولم يهتم أحد بإصلاحها وبما أن أقرب محطة للسكك الحديد كانت تبعد عن هذه المنطقة أكثر من ستمائة ميل فكان لابد من نقل كل طلقة أو كل قذيفة على ظهور الجمال في رحلة تستغرق ستة أسابيع وكان جزء كبير من هذه المساحة بلا طرق وغير مأهول ولم يسبق استكشافه ولا رسمت خريطة له كما أن فصول الشتاء الطويلة والعواصف الثلجية الجبلية قد جعلت أجزاء كاملة منها عسيرة المرور في جزء كبير من السنة كانت خطة أنور باشا كما شرحها للجنرال ليمن فون ساندرز أن ينطلق من منطقة التجمع فيعبر الحدود إلى أراضي القيصر ثم يهاجم الموقع الروسي المحصن في هضبة القوقاز بواسطة ذلك النوع من الحركة المنسقة التي تصورها كتب منهاج الدراسة في المدارس العسكرية أي أن تقوم بعض الأرتال بهجوم مباشر بينما تنتشر أرتال أخرى في حركة تشبه الزاوية ثم تستدير لتقوم بعملية التفاف على جناح الجيش المعادي أو بعملية تطويق ولم يلق بالا إلى التحذير من أن القدرة على الحركة الاستراتيجية التي تقضيها التحركات العسكرية التي يرتئيها لن تتوفر من دون وجود سكك حديدية أو وسائط نقل أخرى بل لم تساوره شكوك في النجاح وقد قال أنور باشا أنه بعد أن يسحق القوات الروسية سيزحف على الهند عبر أفغانستان لفتحها غادر أنور باشا القسطنطينية في السادس من كانون الأول ديسمبر 1914 وتولى قيادة الجيش الثالث العثماني في الواحد والعشرين من كانون الأول ديسمبر وقاد بنفسه الهجوم على هضبة القوقاز فدب الفزع في صفوف الروس فناشدوا بريطانيا أن تفعل شيئا لمساعدتهم ولم يخطر لهم أنهم يواجهون عدوا عاجزا كل العجز عندما بدأ أنور باشا الهجوم خلف مدفعيته وراء القوات المهاجمة بسبب كثافة الثلوج وكان على جنوده أن يبيتوا في العراء في جو من البرد القارس كانت درجة الحرارة دون الصفر وقد نفد طعامهم وانتشر وباء التيفوس بينهم وتاهوا في الممرات الجبلية المتشابكة بعد أن غمرت الثلوج الطرق المألوفة كانت خطة أنور باشا تقضي بأن تشن قواته هجوما مفاجئا ومنصقا على قاعدة الروسية تدعى ساري قميش وكانت هذه القاعدة عقبة على طريق الغزو أما وقد فقدت الفيالق التركية الاتصال فيما بينها ووصلت إلى ساري قميش في أوقات متفاوتة لتشن هجومها فقد كان نصيبها الإفناء واحدا بعد الآخر إنما كان جيشا تحول إلى شراظم مشتتة هامت على وجهها وعادت إلى شرقي تركيا في كانون الثاني يناير 1915 ومن مجموع نحو 100 ألف رجل اشتركوا في الهجوم بلغت نسبة المفقودين 86% لقد قال ضابط ألماني ملحق بالأركان العامة العثمانية في وصف ما حدث للجيش الثالث اقتباس لقد أصيب هذا الجيش بكارثة لا توازيها في سرعة حدوثها وشموليتها كارثة أخرى في التاريخ العسكري مع ذلك فإن أنور باشا أمر لدى عودته من هذه الكارثة في شمال شرقي تركيا بشن هجوم آخر ولدته فكرة خاطئة وقد تولى قيادة هذا الهجوم جمال باشا وزير البحرية الذي كان ينظر إلى أنور باشا بعين الحسد لأن مكانته وسلطته طغتا على مكانة وسلطة بقية زعماء حزب تركيا الفتاة وقد ذهب جمال باشا إلى الميدان قائدا للجيش العثماني الرابع المرابط في سوريا وفلسطين وفي الخامس عشر من كانون الثاني يناير 1915 بدأ الزحف نحو مصر لشن هجوم مفاجئ عليها عبر قناة السويس ومرة أخرى أهملت المشاكل اللوجستية وقد كانت طرق سورية وفلسطين من السوء إلى حد أن المركبات التي تجرها الخيول لم تستطع أن تسلك الكثير منها أما مفاوز صحراء سناء فقد كانت بلا مسالك ومع ذلك فقد برهنت روح الجندية العثمانية على قيامها بمعجزات من طاقة التحمل والشجاعة وقد نجحت القوات العثمانية بشكل ما في نقل الجنود والمعدات من سورية إلى السويس وقام كريس فون كريسينشتاين وهو ضابط مهندس ألماني بحفر آبار على طول الطريق التي سلكتها هذه القوات وبذلك تمكنت من البقاء على قيد الحياة خلال مسيرتها عبر الصحراء وقد اختير هذه المرة الوقت المناسب من أشهر السنة ذلك أن شهر كانون الثاني يناير هو أفضل الشهور في مصر لتجنب الحر اللاهب ولكن ما إن وصل الجيش الرابع إلى ضفاف قناة السويس حتى اكتشف جمال باشا أن معظم جنوده لا يستطيعون استخدام الجسور العائمة التي جاء بها من أجل عبورهم إلى الضفة الأخرى وكان المهندسون الألمان قد جاءوا بهذه الجسور من ألمانيا ولكن الجنود لم يتدربوا على استعمالها ومع ذلك أصدر جمال باشا أمره ببدء الهجوم وفي مقت مبكر من صباح الثالث من شباط فبراير وقبيل بزوغ الفجر بدأ الهجوم فاستيقظ البريطانيون وراء استحكاماتهم ليكتشفوا وجود جيش عثماني على الضفة المقابلة للقناة الضخمة ففتحوا النار عليه من أسلحتهم المتفوقة وقد بلغ عدد قتلى الجيش العثماني في المعركة ألفي جندي أي نحو عشرة بالمئة من قوات جمال باشا عندها أصدر جمال باشا أمره بالتراجع ولم تتوقف قواته في تراجعها حتى وصلت إلى سوريا وهكذا أصبحت القيادة الأسكرية التركية موضع تهكم وقد قال أوبري هيربرت في رسالة كتبها من فندق الشيبرد في القاهرة إلى صديقه مارك سايسك قائلا إن آخر خطة عثمانية كانت تقتضي اقتباس بأن يحضر الأتراك آلاف الجمال إلى حفة القناة ثم يشعل النار في وبرها وعندئذ تستخدم الجمال ما عرفت به من حسن تدبر فتندفع إلى مياه القناة لأطفاء النار وما أن تفعل الجمال ذلك بعداد كافية حتى يعبر الجنود الأتراك القناة على ظهورها نهاية الاقتباس وفي لندن استخفى رئيس الوزراء بالغزو العثماني قائلا اقتباس لقد حاول الأتراك أن يقيموا جسرا عبر قناة السويس وأن يشقوا بعبقريتهم طريقا إلى مصر إن هؤلاء المساكين وجسرهم المزعوم قد تحطموا شر تحطيم وتقهقروا عبر الصحراء كان أنور باشا يفترض أن الحرب قصيرة وأنها ستحسم ببضع حملات صائقة ولم تكن لديه خطة لحرب استنزاف ولا فهم ما تنطوي عليه حرب كهذه ولم تكن عنده موهبة التنظيم ولا فهم للأمور اللوجستية ولا أنات للإدارة وبصفته وزير الحربية قاد بلاده دون تفكير إلى الفوضى بدأ ذلك بإصداره أمرا إلى سائر الرجال القادرين على حمل السلاح في سائر ممتلكات الإمبراطورية للمثول من أجل تجنيدهم في الجيش فورا على أن يحضروا معهم طعاما يكفيهم ثلاثة أيام ولما مثلوا وفقا للأمر الصادر إليهم بعبارة أخرى وصلوا جميعا في الوقت عينه ضاقت بهم مكاتب التجنيد التي لم تستطع التعامل مع هذا العدد الكبير في آن واحد وبما أن هؤلاء المجندين جاءوا من المناطق الريفية فقد استنفذوا الطعام الذي جاءوا به ليكفيهم ثلاثة أيام ولم يعد لديهم ما يأكلون وسرعان ما بدأوا يتسللون هاربين فاعتبروا فارين وخافوا العودة إلى مكاتب التجنيد وإلى بيوتهم إن جلب الطاقة البشرية من الريف أدى إلى تدمير محصول كان يمكن أن يكون وافرا في عام 1914 واستمرت هذه الحال طوال الحرب إذ إن سحب الرجال ومصادرة حيوانات النقل جلب للبلاد المجاعة في سني الخير وسني المحل وخلال سني الحرب تدنت أمدادات حيوانات النقل فانخفض عدد الخيول إلى أربعين بالمئة وعدد الثيران والجاموس إلى خمسة عشر بالمئة مما كان عليه سابقا وتقلص النشاط الزراعي بالنسبة المثيرة نفسها فانخفضت المساعة المزروعة حبوبا إلى النصف والمساعة المزروعة قطنا إلى ثمانية بالمئة من مستوى إنتاج ما قبل الحرب وأصبح التحكم بالمؤن النادرة من مواد غذائية وسلع أخرى مفتاح الثروة والسلطة فكان في العاصمة القسطنطينية بامتدادها الواسع زعيم سياسي من طراز رؤساء عصابات شيكاغو يحارب المدير العام للقوم سارية التي عينها أنور باشا لإدارة الاقتصاد أما نظام النقل في الإمبراطورية فقد حطمته الحروب وفي غياب السكك الحديدية والطرق الصالحة لاستخدام كان معظم البضائع في الماضي ينقل بحرا أما الآن فإن سواحل الإمبراطورية وطولها 5000 ميل أصبحت تحت رحمة مدافع أساطيل الحلفاء وفي الشمال سحب الألمان والأتراك البارجتين كويبن وبريسلاو من أجل الدفاع عن الدردنيل تاركين البحر الأسود للبوارج الروسية التي بنيت حديثا أما البحر الأبيض المتوسط فكان تحت سيطرة الأسطولين الفرنسي والبريطاني وقطعت سفن الحلفاء الطريق على تموين العثمانيين بالفحم الحجري فأصبح اعتماد الإمبراطورية العثمانية في احتياجاتها من النقود على التموينات الهزيلة التي أمكن نقلها برا من ألمانيا وعشية نشوب الحرب لم يكن في الإمبراطورية العثمانية وتعداد سكانها 25 مليون نسمة سوى 17 ألف عامل صناعي ولأسباب عملية لم يكن في البلاد صناعة كل ما كان فيها هو الزراعة التي حل بها الخراب الآن ومع انتهاء الحرب انخفضت تجارة التصدير إلى الربع وتجارة الاستيراد إلى عشر ما كانت عليه كان الباب العالي يعاني من عجوزات ضخمة في الميزانية خلال سنوات الحرب وبدافع اليأس أخذ يصدر عملات ورقية جديدة لتسديد هذا العجز فبلغ ارتفاع الأسعار في الحرب نسبة 1675% وما لبثت الحرب أن جعلت الاقتصاد العثماني ينحدر إلى الحضيض ولم تكن لدى حكومة تركيا الفتاة أي فكرة بشأن معالجة هذا الوضع الفصل الثاني كيشنر يسمح لبريطانيا بمهاجمة تركيا واجهت الحكومة البريطانية بدورها مشاكل غير متوقعة ولم تكن لديها فكرة عن كيفية معالجتها فعندما بدأت الحرب لم يخطر لأحد في بريطانيا أن الجيوش المتحاربة ستحفر خنادقها عبر أوروبا الغربية أما وقد حدث ذلك فلم تكن لدى أحد في بريطانيا فكرة عن كيفية اختراق خطوط العدو ومع انتهاء عام 1914 وبداية عام 1915 ازداد استياء مجلس الوزراء البريطاني من طريقة إدارة الحرب وبدأ أن استراتيجية اللورد كيشنر القاضية بتركيز كل القوات في أوروبا الغربية لا تعطي أي أمل في النصر في المستقبل المنظور وكان ديفيد لويد جورج أحذق السياسين في مجلس الوزراء هو أبرز الأعضاء المتطلعين إلى مخرج من هذه الحال كان لويد جورج أقوى السياسين في حزب الأحرار وفي مجلس الوزراء بعد آزكوث ولم يكن بالشخص المستعد عن طيبة خاطر للذهاب إلى قعر اليم في سفينة غارقة فقد كان في المقام الأول شخصا قادرا على النجاة وسيتبين بعد ذلك بسنين أنه كان الوزير الوحيد الذي نجح في البقاء في مجلس الوزراء منذ نشوب الحرب وحتى نهايتها إن هذا الساحر السياسي المتوهج والنشط القادم من ويلز من ويلز كان في زمانه المخطط الاستراتيجي الأول وبعضهم يقول الانتهازي الأول وقد كتب أحد معاصره يقول اقتباس بالنسبة إلى لويد جورج لا سياسة دائمة ولا تعهد نهائيا إن التواءات سياسته جعلته يطلب التأييد من جماعة ثم يطلبها من جماعة أخرى بحيث اقتباس أصبح شبيها بمن يتنقلون من صهوة حصان إلى صهوة حصان آخر في السرك إذ إنه كان مضطرا للقفز من ظهر حصان إلى آخر نهاية الاقتباس وقد عرف بتلونه حتى أن أحد المعجبين به قال إن الصدق عنده ليس خطا مستقيما بل هو على الأرجح خط منحن أما هو فقد تحدث عن نفسه قائلا اقتباس ما آمنت قط بهجوم مجابهة لا في الحرب ولا في السياسة إذا ما كانت أمامي طريق للالتفاث نهاية الاقتباس وما من وزير كان أكثر منه شعورا بالإحباط بسبب الطريق التي اتبعها قادة الحلفاء العسكريين في خوض الحرب في فرنسا والفلاندرز أي أسلوب الهجمات المباشرة الميؤوس منها على مواقع العدو المتحصن في خنادقه وكلما سعى لإيجاد مخرج ما وجد طريقه مقفلة أما من قبل وزارة الحربية المعبرة عن آراء الجنرالات البريطانيين وإما من قبل وزارة الخارجية المعبرة عن آراء حلفاء بريطانيا كان لوي جورج منذ البداية يتطلع إلى حل في الشرق وكان هو أحد محبذي الدخول في تحالفات مع دول البلقان ولا سيما مع اليونان من أجل إلحاق الهزيمة بالإمبراطورية العثمانية والالتفاف على ألمانيا وقد وافقه آخرون وكذلك موريس هانكي سكرتير مجلس وزراء الحرب وأكثر الموظفين المدنيين نفوذا إن المذكرة التي رفعها هانكي بتاريخ الثامن والعشرين من كانون الأول ديسمبر 1914 مقترحا الهجوم على الدردنيل بالتعاون مع حلفاء من دول البلقان تضمنت بصورة مقنعة الحجج التي تسند اعتقاد مجلس الوزراء بأنه اقتباس ربما كان بالإمكان ضرب ألمانيا بصورة أشد فاعلية وبنتائج أكثر ديمومة بالنسبة للسلام العالمي عبر حلفائها وخصوصا عبر تركيا نهاية الاقتباس غير أن وزير الخارجية إدورد غري حال دون الأخذ بهذا الأسلوب ويقول زملاء لويد جورج في الجناح اليساري لحزب الأحرار إن غري هو الذي أسقط البديل الذي كان متاحا لبريطانيا بالبقاء محايدة في الحرب وهم يدعون أنه فعل ذلك نتيجة الترتيبات السرية التي اتفق عليها مع فرنسا قبل الحرب ملاحظة إن البيانات التاريخية المتوفرة الآن تدل على أن ذلك لم يكن صحيحا لكن الجناح اليساري في حزب الأحرار ظل يعتقد أنه صحيح قوس لقد كتب الفيلسوف بيرتراند راسل فيما بعد يقول اقتباس كنت قد لحظت خلال السنوات السابقة إلى أي حد كان إدورد غري حريصا على الكذب لكي يحول دون إطلاع الرأي العام على الأساليب التي اتبعها لإلزامنا بتأييد فرنسا في حال نشوب الحرب النهاية الاقتباس نهاية القوس ومرة أخرى كان غري الذي سبق أن أجرى ترتيبات سرية قبل الحرب مع روسيا بشأن الدردنيل هو الذي أخذ الآن يحاجج قائلا إنما طالب الحلفاء بالحصول على مكاسب أقليمية بعد الحرب إنما تحول دون زج الدول البلقاني في الحرب لقد كانت وجهة نظر وزارة الخارجية البريطانية ليس فقط أن التنافس بين بلغاريا وكل من رومانيا واليونان يجعل أي تحالف يضم هذه الدول الثلاث تحالفا غير عملي بل كانت وجهة نظرها أيضا أن الحصول على مساعدة اليونان من أجل الاستيلاء على القسطنطينية أمر غير مقبول لأنه سيغضب الروس ومع ذلك كان ثمت اتفاق بين الأميرالية ووزارة الحربية ومجلس الوزراء وأنه ليس بالإمكان الاستيلاء على القسطنطينية بواسطة الأسطور البريطاني وحده وإنه لا بد من اشتراك جيش في الاستيلاء عليها فإذا لم يكن مسموحا للجيش اليوناني أو جيش آخر من جيش دول البلقان أن يقدم المساعدة فلا بد من الاستعانة بالجيش البريطاني ولكن اللورد كيشنر ساند قادة الحلفاء في الميدان الذين تمسكوا بعدم نقل أي عدد من الجنود من خنادقهم في الجبهة الغربية حتى يتموا كسب الحرب في أوروبا وعلى الرغم من نظرة المتفائلة التي أبداها قادة الحلفاء في الميدان لم يظهر في الأشهر والسنوات الأولى من الحرب ما يوحل الأعضاء الرئيسيين في مجلس الوزراء أن كسب الحرب على الجبهة الغربية وشيك أو أنه يمكن كسبها ففي السابع من تشرين الأول أكتوبر 1914 ذكر أسكوث أن كيشنر اقتباس يظن أنه ليس أمرا بعيدا عن الاحتمال أن تصل الجيوش الكبرى المتواجهة ربما خلال بضعة شهور إلى ما يشبه المأزق نهاية الاقتباس وفي نهاية شهر كانون الأول ديسمبر رأى وينستون تشيرتشيل قوس وقد باح بذلك إلى رئيس الوزراء نهاية القوس اقتباس أن ثمة إمكانية أن لا تكون لأي من الجانبين القدرة على اختراق خطوط الجانب الآخر في مسرح الحرب الغربي نهاية الاقتباس وفي الوقت نفسه استبعد لويد جورج في مذكرة لزملائه في مجلس الوزراء إمكانية حدوث اختراق على الجبهة الغربية لأن حدوثه بين قوسين مستحيل لم يعرف التاريخ حالة تشبه حالة حرب الخنادق التي نشأت بانتساعتها في خريف عام 1914 ومع أن كيتشنر رأى المشكلة بعين بصيرته فقد اعترف أنه لا يرى حلا لها ذلك أن دول التحالف ودول أوروبا الوسطى حشدت جنودا في خطين متوازيين من التحصينات التي ما لبثت أن امتدت من المحيط الأطلسي إلى جبال الألب وبذلك أغلق كل من الجانبين إغلاقا محكما الطريق أمام الجانب الآخر لقد بدأت حرب الخنادق باعتبارها مباراة في طاقة التحمل وانتهت باعتبارها سباقا من أجل الأرض فيما طوله نحو 35 ألف ميل من الخنادق التي حفرت بحالة من القذارة الشديدة وتبادل القصف المدفعي بغير انقطاع وكان هذا القصف يقترن بهجمات انتحارية عقيمة على الأسلاك الشائكة ومرابض المدافع الرشاشة من كل جانب على الجانب الآخر فكان الوضع أشبه ما يكون بوجود فريقين أحدهما فريق من المحكوم عليهم بالإعدام والآخر فريق تنفيذ الإعدام وهذا الفريق يؤدي مهمته كلما شن الفريق الآخر هجوما من هجماته المتكررة دون أن يكسب أي من الجانبين أرضا من الجانب الآخر كانت حلقة مقفلة واتجه الوزراء المدنيين إلى المدنيون إلى الحكيم العسكري الذي في وسطهم طلبا للتوجيه ولكن هذا الحكيم كان أحيانا يصمت صمتا مزعجا وكان أحيانا أخرى يتلفظ بكلام يقوض الإيمان بقدرته على التنبؤ ولسوء الحظ أن فيتس جيرالد لم يكن له حضور في مجلس الوزراء ليتولى الكلام والاستماع نيابة عنه وكان الفيلد مارشال كيتشنر يجد دوما صعوبة بالغة في شرح وجهات نظره العسكرية حتى لأقرب المقربين من زملائه أما في حضور الذين كان يخشاهم الغرباء والمدنيين والسياسيين فكان ينعقد لسانه عن الكلام ولكي يقطع حبل الصمت كان يشرأ أحيانا في أحاديث عن أمور غير عسكرية لا يفقه فيها شيئا فكان يتحدث عن إيرلندا إلى الزعيم الإيرلندي كارسون وعن ويلز إلى لويد جورج فيصاب كلهما بالدهشة إذ يجد أنه جاهلا أحمق كان في داخله قدر من النبوغ ولكنه لا يظهر إلا في المناسبات وبعد الحرب بسنوات تراجع لويد جورج عن رأي كان أبداه بأن كيتشنر اقتباس يتكلم كلاما سخيفا نهاية الاقتباس فقال اقتباس كلا بل هو فنار بل هو فنار عظيم فقد كان شعاع ذهنه ينتشر أحيانا فيرين أوروبا والجيوش المحتشدة في منظور واسع غير محدود حتى لا يشعر المرء منه أنه ينظر إلى قلب الواقع ثم يختفي الشعاع أسابيع فإذا هناك ظلام دامس نهاية الاقتباس إن فشل كيتشنر في أن يدلهم على مخرج من هذه الحالة المستعصية قد دفع بقادة البلاد المدنيين إلى ابتكار خطط من عندهم وقد تشابهت هذه الخطط من حيث أنها كلها ارتأت الالتفاف على الجبهة الغربية المنيعة من أجل مهاجمة الألمان من الشمال أو الجنوب أو الشرق كانت نظرية القادة العسكريين تقضي بمواجهة العدو في أقوى مواقعه أما نظرية السياسيين فكانت تقضي بمهاجمته في أضعف مواقعه وقد مال اللويد جورج في تفكيره إلى التعاون مع اليونان في منطقة جنوب شرقي أوروبا وهي منطقة ضعف أما تشيرتشيل فقد اقترح بإيحاء من الأميرال اللورد فيشر وكانت تشيرتشيل قد استدعاه بعد تقاعده للخدمة بصفة لورد البحرية الأول نهاية القوس انزال قوة على أحد الجزر في شمال غربي أوروبا قرب ساحل ألمانيا على بحر البلطيق بيد أن موريس هانكي اكتسح الجميع بمذكرته المقنعة التي تحمل تاريخ 28 كانون الأول ديسمبر فقد اقترح هانكي أن تحرك بريطانيا ثلاثة فيالق لتشترك هذه الفيالق مع اليونان وبولغاريا ورومانيا في مهاجمة تركيا من الدردنيل وبالتالي احتلال القسطنطينية والحاق الهزيمة بحليفتي ألمانيا الامبراطورية العثمانية وامبراطورية آل هابسبرغ وقال أنه يجب أولا تذليل مشكلة التوفيق بين بولغاريا وكل من اليونان ورومانيا ولكنه أعرب عن اعتقاده بإمكانية ذلك نتيجة لمشاركة الحلفاء العسكريين في الحملة وتقديم ضمانات من الحلفاء بأن تحصل هذه الدول الثلاث جميعها على حصة عادلة من غنائم النصر ولدى إطلاع تشيرشيل على المذكرة قال أنه سبق أن دعا هو نفسه قبل شهرين إلى هجوم على الدردنيل ولكن كيتشنر رفض إمداده بالقوة البشرية التي يتطلبها الهجوم وقال أيضا أن القيام بهذا الهجوم في كانون الثاني يناير سيكون أصعب مما لو نفذ في تشرين الثاني نوفمبر وظل تشيرشيل على اعتقاده بأن مشروع بحر البلطيق هو أكثر وعدا بالنجاح ولكنه أقر بأنه وهانكي تذكيرهما واحد بدعوتهما إلى القيام بعملية التفاف بيد أن خطة هانكي لم توضع قط موضع الاختبار فقد تعثرت في المياه الضحلة المعتادة امتناع كيتشنر عن تحويل قوات من الجبهة الغربية وخشية سير إدوارد جري من احتمال إزعاج روسيا إذا ما زحفت اليونان على القسطنطينية ولم يكن لدى جري أمل في التوفيق بين مطالب بلغاريا ومطالب دول البلقان الأخرى ولكن كان في مقدمة ما جعله يعارض هجوما يونانيا على الدردنيل خوفه من احتمال نجاح الهجوم إذ أن اليونانيين إذا ما فتحوا عاصمتهم القديمة القسطنطينية أي اسطنبول عاصمة الامبراطورية البيزنطية في أيام عزها فمن غير المحتمل أن يتخلوا عنها بينما روسيا بين قوسين في رأي جري لن تسمح لبلد آخر بالاستلاء على هذه المدينة ولو كلفها الأمر أن تنتقل من جانب إلى آخر في الحرب كان الوضع في أثينا أن رئيس الوزراء فينزيليوس الذي عرض عند بدء الحرب أن تدخل بلاده الحرب ضد تركيا قد بقي على ميله للانضمام إلى الحلفاء في حين أن خصمه السياسي صهر القيصر الألماني الملك قسطنطين الموالي لألمانيا كان يعمل لمنعه من الإقدام على ذلك ولكن وزارة الخارجية البريطانية بدل أن تلقي بثقلها وراء فينزيليوس عارضت شأنها شأن الملك قسطنطين دخول اليونان الحرب إذا عدنا إلى الماضي يبدو لنا واضحا أنه لو زحف الجيش اليوناني على القسطنطينية في أواء العام 1915 مدعوما من الأسطور البريطاني لو وجد العاصمة العثمانية قاصرة عن حماية نفسها إن العذاب الذي أمضى وينستون شيرتشيل لأن هذا الهجوم لم تتح له الفرصة يبدو جليا في عبارة رسالة خطها إلى غري في شتاء عام 1915 ولكنه لم يرسلها اقتباس أتوسل إليك إن الإجراءات التي تتسم بفتور الهمة سوف تدمر الجميع وسيموت مليون رجل عبر إطالة أمد الحرب يجب أن لا توضع أي تعقبات على طريق تعاون اليونان معنا أخشى كثيرا أنك ستخسر اليونان ثم تدفع بالمستقبل كله إلى أيدي الروس إذا حالت روسيا دون مساعدة اليونان لنا فسأبدل قصار جهدي لحرمانها الحصول على القسطنطينية حاشية إذا لم تساند اليونان الحالية يونان فينيزيليوس فستجد أمامك يونان أخرى تنشق عنا إلى ألمانيا نهاية الاقتباس عند بداية عام 1915 غير اللورد كيشنر رأيه فجأة واقترح أن تهاجم بريطانيا الدردنيل وكانت القيادة العليا الروسية قد طلبت بإلحاح شن هجوم تحويلي هناك وخشي أن تخرج روسيا من الحرب إذا لم يلب طلبها وهذا لو حدث آنذاك لكان مميتا بالنسبة لبريطانيا وفرنسا إذ أنه كان سيسمح الألمان بتركيز قواتهم كلها في الغرب غير أن كيشنر أصر على أن يتولى الأسطول البريطاني وحده القيام بهذا الهجوم وقال أنه لن يقدم قوات برية مهما يكن من أمر فقد سارع الأعضاء المدنيون في مجلس الوزراء إلى اغتنام هذه الفرصة بقية الخلاص من استراتيجية الجبهة الغربية التي اعتبروها قوس خلافا لرأي الجنرالات الحلفاء نهاية القوس حالة ميؤوسا منها كان هجوم أنوار باشا على القوقاز هو سبب النداء الروسي بطلب المساعدة وبالتالي كان سبب تبدل رأي كيشنر ولكن استغاذة روسيا حدثت قبل انتصارها السريع والسهل والحاسم على قوات أنوار باشا في كانون الثاني يناير 1915 وكان المنطق يقضي بعدم سحق الغزو العثماني في ذلك الشهر يقضي بعد سحق الغزو العثماني في ذلك الشهر أن يبلغ الروسي اللورد كيشنر أنه لم تعد ثم تضرورة لشن الهجوم التحويلية على القسطنطينية أو كان ينبغي لكيشنر أن يستخلص هذا الاستنتاج بنفسه ولكن بدلا من ذلك ظل قادة بريطانيا طوال شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير يفكرون بالطريقة المثلى لمهاجمة القسطنطينية من أجل إنقاذ روسيا من تهديد تركي لم يعد له وجود هكذا بدأت حملة الدردانيل التي قدر لها أن تبدل تبديلا كبيرا مصائر تشيرتشيل وكيشنر وأزكوث ولويد جورج وبريطانيا والشرق الأوسط الفصل الثالث نحو النصر في الدردانيل عندما اقترح اللورد كيشنر أن يقوم الأسطول البريطاني وحده بالحملة على الدردانيل كان الرد الذي تلقاه تشيرتشيل من أميرالية الأسطول وفيه ترديد صدى ما كان يقوله كل إنسان مطلع في القيادة العسكرية وفي الحكومة إن الدردانيل لا يمكن اقتحامه إلا بعملية مشتركة ينضم فيها الجيش إلى الأسطول إن نظرة واحدة على الخريطة تكفي لبيان السبب فالمضائق تمتد 38 ميلا طولا لا يزيد عرضها في أي مكان على أربعة أميال والسفن الحربية التي تحاول أن تشق طريقها في معاكسة التيار الشديد ستواجه صفوفا من الألغام أمامها وستواجه أيضا قصفا مدفعيا من كل الشاطئين الأوروبي والأسيوي وبعد أن تقطع السفن الحربية 13 ميلا عقب دخول هذا الممر المائي تصل إلى أضيق النقاط حيث المسافة بين الشاطئين لا تزيد عن 1600 ياردة ويمكن السيطرة عليها بمدفعية قلاع الشاطئ ولا يمكن إسكات مدفعية الشاطئ وإتاحة الفرصة أمام سفن الأسطول لكنس الألغام التي تواجهها إلا إذا استولى جيش مهاجم على الشريط الساحلي وبعبارة أخرى كان لابد من اقتحام قلاع الشاطئ وتدميرها لكي يتاحوا للأسطول اجتياز المضيق اجتمع كيشنر مع مستشاريه في وزارة الحربية طالبا إليهم أن يعيدوا النظر في موقفهم إذا أفتح جبهة جديدة ولكنهم ظلوا متشبثين بمعارضتهم توفير قوات برية لهذه الحملة وقد اجتمعت شيرتشيل بدوره صباح الثالث من كانون الثاني يناير 1915 مع مجموعة الحرب في قيادة الأميرالية لإعادة النظر في الرأي القائل إنه لا يمكن فعلا القيامة بعملية تقع كلها على عاتق الأسطول آخذين بعين الاعتبار أهمية إبقاء روسيا شريكة في الحرب وقد طرحت في هذا الاجتماع فكرة أن فكرة استخدام سفن حربية قديمة يمكن الاستغناء عنها فحسب وقررت مجموعة الحرب أن تطلب رأي قائد الأسطول في المنطقة وما إن رفع الاجتماع حتى استوضحت شيرتشيل رأي قائد سفن الأسطول البريطاني المرافطة قرب الدرجانيل الأميرال ساكفيل كاردن وقد سأله شيرتشيل في البرقية التي وجهها إليه اقتباس هل تعتبر اقتحام الدردانيل بسفن الأسطول وحدها أمرا عمليا؟ وأضاف أن السفن الأكثر قدما هي التي ستستخدم وأن أهمية هذه العملية تسوق تحمل خسائر جسيمة ولدهشة الجميع رد الأميرال كاردن على برقية شيرتشيل قائلا أن الدردانيل لا يمكن الاستيلاء عليها بهجوم واحد ولكن يمكن اقتحامها بعمليات مطولة باستخدام عدد كبير من السفن كان الأميرال كاردن في موقع القيادة قرب الدردانيل منذ شهور وأراءه كانت لها المكانة الأولى في ذلك الحين وهكذا تغلب مجلس الوزراء على رأي شيرتشيل الذي كان يحاجج محبذا القيامة بضربة بحرية في البلطيق بدلا من مهاجمة الدردانيل وفوض بتنفيذ خطة الأميرال كاردن بمهاجمة الدردانيل ولم يكن شيرتشيل معارضا لخطة الدردانيل وإنما كان فقط يفضل خطة البلطيق أما وقد اتخذ القرار بشأن خطة الدردانيل فقد انطلق لتنفيذها بكل ما لديه من طاقة وحماسة كانت شيرتشيل موهوبا من عدة وجوه ولكنه كان يفتقر إلى الأحساس بمزاج زملائه وردود فعلهم ويتغافل عن الأثر الذي يحدثه هو فيهم وعندما أصدر أوامر يشعر ضباط البحرية أنه ينبغي صدورها عن واحد منهم فقد أوجد حالة من العداء ضمن المؤسسة لم يكن واعيا لها ولم يعرف أنهم ينظرون إليه على أنه هاو متطفل وأن عدم دقته في استخدام لغتهم التقنية تثير نقمتهم ولم يعرف أيضا قوس إذا لم يخبره أحد نهاية القوس مدى نفور زملائه في مجلس الوزراء من خلاله الأخرى فقد كان يثرثر بشأن أفكار تتعلق بوزارتهم الأمر الذي اعتبروه تدخلا من جانبه وكان يستغرق في الكلام إلى حد لا يطيقونه ولم يجرؤ مرؤوسوه ولا زملائه أن يخبروه وجها لوجه أن العمل معه غالبا ما يكون مستحيلا وحتى اللورد فشر وهو معبود تشيرتشيل وموجهه في الشؤون البحرية والذي اختاره تشيرتشيل لورد البحرية الأول وجد صعوبة في التعامل معه مع أنه ينبغي القول أن المشكلة كانت متبادلة إن اللورد فشر الذي كان نبوغه التوجيهي وذاتيته المفرطة شبيهين بما لدى كيتشنر قد ارتأى فجأة في التاسع من كانون الثاني يناير أو قبل هذا التاريخ أن من الغلط إرسال حملة بحرية إلى الدردنيل ولكنه لم يستطع قط أن يشرح أساس هذا النذير وبالتالي لم يستطع إقناع تشيرتشيل بتغيير النهج كان تأييد حملة الدردنيل في البداية إجماعيا ولكن بعد ذروة الحماسة حدث تحول من الجزر إلى المد وسرعان من عكس الاتجاه في غضون أيام وقد شرع موريس هانكي الذي كان يبثه اللورد فشر شكواه من تشيرتشيل في شهر كانون الثاني يناير يقيم الدليل على معارضته هو أيضا للحملة ما لم يشترك فيها الجيش ولما كان هانكي أمهر البيروقراطيين في زمنه فقد كان أكثر تحسسا من تشيرتشيل نفسه لتيارات الرأي السائدة في قيادة الأميرالية التابعة لتشيرتشيل ومع حلول منتصف شهر شباط فبراير تحقق هانكي من أن رأي الإميرالية قد تحول ضد فكرة القيام بعملية بحرية محض بالرغم من أن الهجوم كان مقررا له أن يبدأ في غضون أيام معدودة ملاحظة هذا ما قاله لمجلس الوزراء وهذا ما قاله لرئيس الوزراء وقد سجل رأيه في رسائل ومذكرات وقد كتب في إحدى صفحات مفكرته بتاريخ 19 أذار مارس أنه منذ اليوم الأول لعرض الاقتراح أنظرت رئيس الوزراء واللورد كيشنر ورئيس الأركان ولويد جورج وبلفور بأن الأسطول لا يستطيع أن يحقق العبور وإن هذا هو رأي جميع ضباط البحرية نهاية الاقتباس والحقيقة هي أن هانكي كان قد أصدر هذه الإنذارات ولكن بعد شهر من الموعد الذي ادعى أنه أصدرها فيه فهو لم يصدرها في الثالث عشر من كانون الثاني يناير عندما قررت اللجنة الموافقة على حملة الدردنيل وإنما في العاشر من شباط فبراير عندما كتب رسالة إلى بلفور بهذا المعنى وفي وقت لاحق تحدث إلى أسكوث وفي الثالث عشر من شباط فبراير سجل رئيس الوزراء في مفكرته ما يلي اقتباس تحدثت للتو مع هانكي الذي تستحق آراءه الإصغاء إليها إنه يرى وبشدة أن العمليات البحرية يجب أن تكون مدعومة بإنزال قوة عسكرية كبيرة على البر وأنا ما فتئت منذ بعض الوقت أرى الرأي نفسه نهاية الاقتباس ونهاية الملاحظة في الخامس عشر من شباط فبراير وزع سير هنري جاكسون الذي كان قبل شهر مضى قد حثت شيرتشيل على تطبيق خطط الأميرال كاردن فورا مذكرة قال فيها أن هجوما يقتصر على الأسطول اقتباس ليس بالعملية العسكرية السليمة نهاية الاقتباس وقد شارك في هذا النقد أيضا الكابتن هيربرت ويليام ريتشموند مساعد مدير العمليات الذي كان قد كتب مذكرة في اليوم السابق على المنوال عينه وأرسل نسخة عنها إلى هانكي وفي ساعة مبكرة من صباح السادس عشر من شباط فبراير أرسل اللورد فيشر تحذيرا مماثلا إلى شيرتشيل الذي أصابه الذهول مما حمله على أن يطلب جلسة طارئة بمن حضر من أعضاء مجلس الحرب التابع لمجلس الوزراء وقد كان الوضع الرهيب كما يلي أن أرماد الأسطول البريطاني المرابطة قرب الساحل التركي كان محددا لها أن تبدأ الهجوم في غضون 48 إلى 72 ساعة ولم يكن باستطاعة هذه الأرمادة أن تؤجل هجوما ما دامت باقية في المنطقة لأن غواصات العدو قد ترسل بسرعة لإغراقها أما إذا شرعت هذه الأرمادة في الهجوم فإنها ستفشل وفقا لرأي القيادة البحرية في الإمارالية الذي تبدل فجأة ما لم ترسل قوة كبيرة من الجيش لدعمها هذه القوة التي رفض كيتشنر المرة بعد المرة إرسالها والتي في أي حال لا يمكن توقع وصولها في الوقت المناسب حتى لو أرسلت فورا تحدث كيتشنر قبل حضوره مجلس الحرب مع ويندهم ديدز الضابط الذي خدم في الدرك العثماني قبل الحرب وأصبح الآن ضابطا في المخابرات مقر عمله في لندن فسأله رأيه في هجوم بحري على الدردنيل وكان جواب ديدز أنه يرى أن خطة كهذه هي في الأساس خطة غير سليمة وما إن بدأ يشرح رأيه حتى احتد كيتشنر وأوقفه عن الكلام وقال له أنه لا يفقه ما يقول وصرفه فورا ومع ذلك فأن اللقاء مع ديدز أحدث تبديلا في تفكير كيتشنر فبعد هذا اللقاء ببضع ساعات قال كيتشنر لعضاء مجلس الحرب أنه سيوافق على إرسال الفرقة التاسعة والعشرين وهي فرقة الجيش النظامية الوحيدة المتبقية في بريطانيا إلى بحر إيجة لمساندة هجوم الأسطول إضافة إلى ذلك يمكن إرسال الجنود الأستراليين والنيوزيلانديين الجدد الذي كانوا قد وصلوا حديثا إلى مصر إذا اقتضت الضرورة وكانت الخطة التي استجابت الآن لمطالب فشر وجاكسون وريتشموند وغيرهم هي أنه ما إن تكسب صفن الأسطول معركة المضائق حتى تتبعها القوات البرية لتحتل الشاطئ المجاور ومن ثم تحتل القسطنطينية وقد جاء في أسطر كتبت في مفكرة اقتباس كانت كلمات اللورد كيشنر إلى وينستون أعبر المضائق سأجد الرجال كانت للخطة مثالبها فإذا كان المدافعون الأتراك لديهم القيادة الكفء والكفاية من الذخيرة فلا بد من هجوم مشترك من قبل الأسطول والقوات البرية وبدلا من أن ينتظر الجيش حتى يربح الأسطول المعركة كان عليه أن يساعد في مهاجمة قلاع الدردنيل إن موريس هانكي المدني رأى هذا الأمر بوضوح أما قادة الأسطول والجيش فلم يرواه في الثاني والعشرين من شباط فبراير أصدرت الإميرالية بلاغا عاما يعلن بدء الهجوم على الدردنيل ويصف الهجوم وصفا تفصيليا ونشرت الصحف النبأ مركزة لانتباه على الهجوم ومثيرة التوقعات لدى الرأي العام ومما قالته جريدة تايمز اقتباس إن القصف من البحر لن يسير بهذا المشروع بعيدا جدا ما لم يترافق مع هجوم من القوات البرية نهاية الاقتباس وقالت محذرة اقتباس إن الشيء الوحيد الذي لا يملك الحلفاء المجازفة به هو فشل هجوم مركز على الدردنيل نهاية الاقتباس وأصدر كيتشنر بدوره تحذيرا مماثلا إلى زملائه في مجلس الوزراء ومع أنه كان في الأصل قد اقترح اقتباس التخلي عن القصف البحري إذا لم يكن فعالا نهاية الاقتباس فقد بدل رأيه عندما قدم لويد جورج حججه داعيا إلى التمسك بالخطة قوس واقتباس إذا فشلنا في الدردنيل ينبغي لنا أن نكون مستعدين فورا لتجربة شيء آخر نهاية الاقتباس ونهاية القوس وقد استشهد وزير الحربية في اجتماع مجلس الحرب بتاريخ الرابع والعشرين من شباط فبراير ببلاغ الأميرالية باعتباره سبب تبديل رأيه اقتباس إن تأثير هزيمة في الشرق سيكون بالغ الخطورة فلا مجال للتراجع إن صدور البلاغ العلني قد رتب علينا التزاما نهاية الاقتباس وقال إنه في حال فشر الأسطول اقتباس ينبغي للجيش أن يكمل العمل في أول الأمر اقترح إرسال الأسطول والآن قرر إرسال الجيش لقد سمح كتشنر دون أن يقصد بجر بريطانيا خطوة خطوة إلى اشتباك كبير في الشرق الأوسط كان الأتراك يتوقعون من تشيرتشيل أن يهاجم الدردنيل ولكنهم آنذاك لم تتوفر لهم وسيلة الدفاع عنه ولم يعلم هذا السر أحد من البريطانيين حتى ويندهم ديديدز وهو عادة حسن للطلاع على الشؤون العثمانية مع أن الألمان كانوا يعرفون السر تمام المعرفة فعند بدء الحرب شرعت القوات العثمانية ومستشاروها الألمان بتعزيز القلاع على كلا جانبي مضائق الدردنيل وإذا بجهودهم تذهب سدى بسبب الافتقار إلى الذخائر وقد علمت برلين في نهاية عام 1914 وبداية عام 1915 أن ما هو متوفر من الذخائر في المضيق يكفي لخوض اشتباك واحد فقط وأن بعض الزوارق الحربية العثمانية لديها من القذائف ما يكفي كلا منها مدة دقيقة واحدة فقط خلال الأسابيع الستة التي أعقبت ذلك تلقت القيادة العليا العثمانية عددا من تقارير المخابرات التي دلت على أن وقوع هجوم بحري من قبل الحلفاء على المضائق كان وشيكا وقد وردت بتاريخ الخامس عشر من شباط فبراير 1915 معلومات مفصلة عن حشد من السفن البحرية البريطانية والفرنسية في شرق البحر الأبيض المتوسط صباح التاسع عشر من شباط فبراير أطلقت البوارج البريطانية بقيادة الأميرال كاردن القذائف الأولى في الحملة على الدردنيل وقد رأى السفير الأمريكي لدى تركيا أن نجاح القوات الحليفة بدى أمرا محتوما وظن سكان القسطنطينية أن مدينتهم ساقطة لا محالة في غضون أيام وبدافع القنوط خطر للباب العالي أن يطلب مساعدة روسيا عدو تركيا على مدى الزمن وبعد بدء الهجوم البريطاني بيوم واحد اقترح السفير التركي لدى ألمانيا قيام تحالف روسي تركي ألماني كان اقتراحه أن تعرض تركيا على روسيا حرية المرور في الدردنيل لقاء انتقالها من جانب إلى آخر في الحرب وقد شرح الصدر الأعظم التركي وجهة نظر حكومته في الأمر للسفير الألمانية في القسطنطينية فقال اقتباس ينبغي عقد صلح مع روسيا لنتمكن عندئذ من ضرب إنجلترا ضربة أشد نهاية الاقتباس ونقل الألماني الاقتراح إلى روسيا ولكنه لم يسفر عن أي نتيجة وهكذا بدى للأتراك أنه لا مفر من أن يخسروا معركة المضائق إن هدير مدافع الأسطور البريطانية عند مدخل الدردنيل كان له صدا سياسي في عواصم بلدان البلقان ذات المواقع الاستراتيجية الهامة ففي أثينا وبوخارست وصوفيا أخذ السياسيون يتحركون متجهين صوب مؤسكر الحلفاء وكان جليا أن هذه البلدان جميعها وحتى بلغاريا ستدخل الحرب إلى جانب دول التحالف إذا ما نجحت حملة الدردنيل وكان لويد جورج لا يفتأ يردد حجته القائلة إن بريطانيا قادرة إذا ما كسبت بلدان البلقان حليفة لها أن تضع نهاية للحرب عن طريق الزحف عبر إمبراطورية النمسا المجر الصاخطة وغزو ألمانيا من الجنوب الخالي نسبيا من وسائل الدفاع عندما شرعت سفن الأسطول البريطاني المدعومة بمجموعة فرنسية إطلاق النار من مدى بعيد صباح التاسع عشر من شباط فبراير لم تكن بطاريات مدفعية الساحل التركية عندما داخل الدردنيل تتمتع بالمدى الكافي للرد على النار وقد أمر الإميرال كاردن سفنه بأن تقترب أكثر إلى الشاطئ بغية إلحاق المزيد من الأضرار بتحصينات الشاطئ التركية في تلك الليلة تبدلت حالة الجو واضطر الأسطول إلى وقف عملياته خمسة أيام بسبب ضعف الرؤية والعواصف التلجية ثم استؤنف الهجوم في الخامس والعشرين من شباط فبراير وقد وجد رمات البحرية البريطانيين الذين تم إنزالهم عبر البر على البر عند طرف شبه الجزيرة أن القلاع القائمة عند مدخل المضائق قد هجرت إذ انسحب الأتراك والألمان إلى المضائق نفسها حيث كان تركيز المدفعية للدفاع عن الدردنيل أرسلت البعثة البريطانية في صوفيا تقريرا مفاده أن الجيش البلغاري قد يشترك في الهجوم على تركيا كما أن رئيس وزراء رومانيا ذكر لممثل بريطانيا في بوخارست أن بلاده صديقة للحلفاء وليس هذا فحسب بل اقتباس أن إيطاليا أيضا ستتحرك سريعا نهاية الاقتباس وفي أوائل آذار مارس أتلقى شيرتشيل مبتهجا ومنتشيا برقية سرية من فينزيليوس وكان لا يزال رئيسا للوزراء يعد فيها بأن تؤيد اليونان الحلفاء وأن تسهم بثلاث فرق من جيشها لاحتلال غاليبولي كما أن الملك قسطنطين ذا الهوى الألماني مستعد وفقا لبقية فينزيليوس للانضمام إلى الحلفاء كان الجو يعبق برائحة النصر ومع أن تشيرتشيل كان مصابا بالإنفلونزا فقد كان مزهوا وقال مخاطبا فيوليت أزكوث ابنة رئيس الوزراء اقتباس أظن أن لعنة ستحل بي لفرط سعادتي أنا أعرف أن هذه الحرب تزهق الأرواح وتدمر حياة الآلاف كل لحظة ومع ذلك لا يسعني إلا أن أمتع النفس بكل ثانية أحياها في الرابع من آذار مارس تلقت شيرتشيل برقية من الأميرال كاردن قال فيها أنه يمكن توقع وصول الأسطول إلى القسطنطينية في نحو 14 يوما إذا سمحت حالة الجو وهكذا قفز مصير الإمبراطوري العثمانية بعد الحرب إلى رأس جدول الأعمال الدولي حتى أن الإيطاليين الذين لم يكونوا قد دخلوا الحرب بعد بدأوا يطالبون اقتباس بحصاتهم في تقسيم تركيا الذي سيالي الحرب نهاية الاقتباس ويبدو أن تشيرتشيل استشعر أن هذه المطالب سابقة لأوانها ففي رسالة مكتومة إلى وزير الخارجية اقترح تشيرتشيل وجوب الاستلاع على تركيا الأوروبية على أن يملل حلفاء شروط هدنة تقضي ببقاء آسيا العثمانية في أيدي العثمانيين مؤقتا على أقل تقدير ظل الأميرال فشر وحده متشككا بضعة أيام أخرى فقد كتب يقول اقتباس كلما زدت تفكيرا في حملة الدردنيل قلت رغبتي فيها نهاية الاقتباس ولكنه أيضا طرأ تحول على تفكيره عندما كشفت برقيات لاسلكية ألمانية التقطت في العاشر من آذار مارس عن أن ما تبقى من قلاع الدردنيل ومن ضمنها القلاع الرئيسي المتحكم بالمضائق توشيك أن تنستنفذ ما لديها من ذخائر وهكذا فأن فشر بدفق مفاجئ من الحماسة الشديدة اقترح أن يتوجه إلى بحر إيجا وأن يتولى شخصيا قيادة الأسطول لقد بدأت تهافت على اكتساب الفضل في النصر المقبل ذات مساء بعد مأدبة عشاء وهي مناسبة اجتماعية نادرة بالنسبة لوزير الحربية تحدثت فيوليت أسكويث إلى اللورد كيشنر فقالت له إن تشيرتشيل هو من يستحق التكريم بالنصر وقالت اقتباس إذا نجحت عملية الدردنيل فإن وينستون سيكون جديرا بأن ينسب إليه وحده كل الفضل فقد أظهر الكثيرون من الشجاعة والثبات في حمل المسؤولية طوال كل التذبذب الذي أبداه فشر يعني هي تقول فقد أظهر الكثير من الشجاعة والثبات في حمل المسؤولية طوال كل التذبذب الذي أبداه فشر والآخرون نهاية الاقتباس وقد كذبت في مفكرتها اقتباس أن اللورد كيشنر أجاب غاضبا لا شيء من ذلك فقد كنت دوما محبدا بقوة للأمر ترجمة نانسي قنقر